نسى طبعا مكملين كلامنا مع حضراتكو عن بيان 3 يوليو بالتأكيد عن ثور 30 يوليو للجماعة الإرهابية وقتها حولت بشتى الطرق ترويع المصريين واستخدام العنف في كل أنحاء الجمهورية خلونا نتعرف مع بعض على تفاصيل أكتر من الأستاذ عمر فاروق الباحث في الحركات الإسلامية المنورنا النهاردة في ستوديو صباح الخير يا مصري أهلا بك يا فندم أهلا بك صباح الخير عليكم على سيدة المشاهدين يعني الإخوان كانوا عايزين إيه من مصري والمصريين الإخوان كانوا عايزين إيه هو عايز يحكمك يا يقتلك وفق عقيدة عنده أنه هو الوصول إلى السلطة وده مشروع موجود منذ حسن البنة منذ التلاتينات ووصولا إلى مرحلة التمكين في مرحلة ما بعد 2011 الإزاحة الإخوان من السلطة ووقوف الشارع أو خروج الشارع انتفاضا ضد سيطرة وهيمانة جماعة الإخوان على مؤسسات الدولة وعلى يعني الوضع داخل الدولة المصرية خلى الإخوان أو أسقط النقاب عن الوجه الحقيقي للجماعة واستخدام العنف وهنا استخدام العنف لأسباب برضو وفقا لعقيدة اللي هي مسألة أن كيف ينظر أو تنظر جماعة الإخوان إلى الشعب المصري لابد أن ننظر إلى أدبيات الأدبيات الفكرية عند سيد قد وعند حسن البنة شايفين المجتمع إزاي؟ المجتمع بين قصير المجتمع جاهلي النظم السياسية الحاكمة هي نظم تغوطية تطبق عليها أو يجوز قتلها وفقا للضوابط الشرعي لهم بيؤمنوا بيها طيب بعد بيان 3-7 هنجد أن الجماعة الإخوان خدت موقف حد جدا من الشارع من القوى السياسية وده برضو راجع لرؤية عقائدية عند الجماعة لأن هنا الجماعة توحدت مع الإسلام كشريعة أو كدين أو كعقيدة وبدت تشوف أن اللي يخرج على سلطة الجماعة وعلى الرئيس المنتخب من داخل التنظيم أو من داخل الجماعة هو خروج على الإسلام فحولت الخلاف السياسي داخل الدولة إلى أزمة دينية هنا طبعا أنت عندك قواعد تنظيمية موجودة بيتم تربيتها طبعا وفقا لمجموعة من المفردات الفكرية زي ما قلنا مسألة القضية الحاكمية أو قضية جاهلية المجتمع وضرورة الإيمان بالعمل التنظيمي والعمل المسلح واستخدام القوة من أجل بناء الدولة والوصول إلى دولة الخلافة ويعني إحنا بنقول دايما أن حسن البنة وسيد قض حولوا قضية الخلافة إلى ركن سادس من أركان الإسلام فهنا أصبح هنا الجموع الموجودة داخل التنظيم أو ما يعرف بدواير الإسلام السياسي أو دواير الربط العام حتى اللي موجودة حوالين الجماعة وحوالين التنظيم بتؤمن بهذا المشروع فهي أنت هنا عملت فتنة داخل المجتمع هو زي ما بنقول كده أنا بعتبر أن بيان 3-7 يعني مثلما أسقط الإخوان وشرعيتهم في السلطة داخل الدولة المصرية أسقط النقاب والقناع التي ترتدي جماعة الإخوان فيما يخص أنها جماعة دعوية وجماعة سلمية وأنها لا توظف العنف يعني العكس حصل جماعة دموية وبالضبط وبعدين أنت إن كان أنا بقول أن وصول الإخوان إلى السلطة حقق مجموعة من النجاحات وجه في صالح الدولة المصرية وليس العكس لأن طول السبعين سنة اللي فاتت ما قبل 2011 هتجد أن كل الرأي العام بشكل العام كان مخدوع في جماعة الإخوان وفكرة أن هذه الجماعة تدعو إلى الله وأن هذه الجماعة تريد حكم الشريعة وهكذا لكن اللي حصل عكس كده أو بمعنى دق أن جيف صالح الشارع أنه شاف الوجه الحقيقي لجماعة الإخوان وإزاي أن هي بتربي عناصرها وأفرادها على فكرة العنف وعلى إقصاء الآخر وإزاي أن هي لما وصلت إلى السلطة كان هدفها الرئيسي يعني المغالبة لها المشاركة بمعنى أنها عايزة سيطر على كل مؤسسات الدولة هي المتحكم الرئيسي فشلت أو هي لم ترغب مش هنقول أنها فشلت في أن تنتقل من فقه التنظيم إلى فقه الدولة ويعني حاولت أن هي تنفذ العكس أن هي تخلي الدولة جزء من التنظيم فحولت أو اعتبرت أن الدولة المصرية مكافأة لها اعتبرت أن الدولة المصرية شعبة من شعب التنظيم خاضعة لسلطة التنظيم الدولي وقرارات التنظيم الدولي طبعاً أنت هنا نحن بنقول كده أن الانتفاضة اللي حصلت فيه 30 يونيو وخروج المصريين في الشارع دي علامة صحية أن المصريين أدركوا خطورة هذه الجماعة خطورة ما يحدث في الشارع المصري وخليني برضا أقول نقطة تانية مهمة يعني ماذا لو لم يفعلها الفريق عبد الفتاح السيسي واكتفى بكونه مجرد وزير في حكومة الإخوات وبمعنى أدرك ما كانش حد هيلومه على قراره هو حر لكن ماذا لو لم تكن المؤسسة العسكرية على قلب رجل واحد ويعني بنقول كده أن هي يمكن حتى البيان ذاكر في الجملة دي أن هي بناء على المسئولية التاريخية والمسئولية الوطنية من قبل المؤسسة أو من قبل القوات المسلحة دعمت وفندت قرار الشارع المصري تخيل بقى لو المؤسسة دي تخلت عن هذا الدور إحنا كان زماننا فيهن دلوقتي أولا إحنا بنقول كده أن ربنا حرب أهلية دا نمرة واحد إحنا كان زمانك دلوقتي يعني زي ما بقول كده لو ما كنتش أنت على قلب رجل واحد في مستوى المؤسسات الأمنية إحنا مش هننسى التهديدات إحنا هنحرق مصر والكنائس ما هو هو التجرؤ واستخدام هذه الألفاظ وهذه المصطلحات والتعامل مع الدولة من هذا المنطلق راجع لجزء عقائدي هو خلاص بيتعامل معك في دايرة الخروج من الإيمان والإسلام هو شايفك في دايرة الكفر في نفس التوقيت أنت خرقتي على الحاكم من وجهة نظر يعني أنت هنا مش بتعبري عن رؤية سياسية أنت هنا خرقتي على إطار شرعي وإطار ديني هو رسمه أن أنت خرقتي على سلطة الجماعة لأنه بيعتبر أن الجماعة لذي ما قلنا توحدت مع الإسلام فأي انتقاص من قدرها انتقاص من قدر الإسلام لكن معلش خليني أقف هنا عند النقطة دي وأسألك سؤال هل دعم الشيخ أحمد الطيب ساعتها والأظهر ومؤسسة الأظهر في ذلك الوقت دعم لخطاب الفريق أول عبد الفتاح السيسي في ذلك الوقت أضعف من حجة الإخوان المتمثلة في الدين الإسلامي وكانوا ساعتها بيقولوا أن حجتهم كانت الإسلام في ذلك الوقت هو مشهد أو بيان ثلاثة سبعة كان مشهد ديمقراطي لأنه كان بيمثل كل رموز النخبة المصرية سواء على مستوى الكنيسة على مستوى المؤسسة الأزهرية على مستوى حتى الأحزاب والقوى السياسية وعايز أقولك أن حتى فيه دعوة وجهت إلى يعني محمد سعد الكاتتني بيعتبره أنه رئيس حزب الحرية العليلة لأن البيان حتى صدر أنه لا إقصاء لأحد فدي جزئية مهمة جدا أن البيان صادر لم يعني ياخد ما خدش قرار أو ما خدش ووقف مسبق من جماعة الإخوان هو بالعكس وبيتعامل أن الجميع على مئدة واحدة وأن مصلحة الدولة المصرية فوق أي اعتبار وأن تعالوا شاركوا معنا والمسألة كلها إحنا هنحتكم للشارع ونشوف الشارع يعني إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وإعادة انتخاب البرلمان وإعادة ترتيب المشهد وفقا لمفاهيم الدولة الوطنية والالتزام بالمعادلة السياسية الحكامة للدولة المصرية على مدار التاريخ طبعا الإخوان يعني خدوا المشهد في سكة تانية مسألة بقى إن وجودة الدكتور أحمد الطيب طبعا يعني هي جماعة الإخوان طول الوقت كانت بتسعى أنها سيطر على المؤسسة الأظهر عشان تحول هذه المؤسسة الدعوية العالمية إلى مجرد يعني رقم أو أيكونة في خطاب بالتنظيم الدولي إلا إنها فشلت وده حتى تعبير عن إن ما تفعله جماعة الإخوان خروجا عن الإطار الديني الوسطي المعتدل ودايما الأظهر إحنا دايما بقوله أنه مؤسسة وسطية معتدلة هي يعني مؤسسة أشعارية بتميلة المذهب الأشعاري أكتر بتحترم الضوابط الدولة المصرية على مدارة التاريخة لها دور وطني يعني الأظهر الشريف طول الوقت دور وطني وجود الدكتور أحمد الطيب في هذا المشهد هو جزء من يعني نسميه كده الدمكوراتية المشهد اللي كانت موجودة دون إقصاء أحد عظيم سوز عمر إحنا يمكن بنعرض لطي برضو مجموعة من المشاهد اللي بتؤكد عنف الجماعة الإرهابية خلال هذه السنة وبعد بيان 3 يوليو كان فيه أحداث إرهابية كتير جدا هم كانوا السبب فيها وهم أعلنوا صراحة أن احنا هنعمل الكلام ده تفاصيل كتيرة لمشاهد كتير عتصام المثقفين اللي حاولوا فضوا بالقوة أحداث الاتحادية تفاصيل كتير قوي بتؤكد للجميع أن هذه الجماعة هي جماعة دموية هي جماعة تنتهج العنف فكريا وحركيا كمان هي الجماعة أصدرت حتى دا كان واضح بعد بيان 3 يوليو مجموعة من الدراسات اللي هي حاولت نتشرعا بيها تحركاتها على أرض الواقع من خلال طبعا يعني إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا يعني توظيف الآيات في غير موضحها للاستدلال على التحركات الجماعة وشرعانة هذه التحركات فهو هنا بيبدأ يعمل شرعانها للعنف أدبيات الإخوان داخل التنظيم حتى من خلال حتى كتاب معالم في الطريق أو كتاب في ظلال القرآن لسيد أطب أو بعض رسائل خاصة لحسن البنى هي بتتبنى هذا النهج بشكل مباشر وبيخل المجتمع بر دائرة الإيمان يعني هو ما بيعترفش يعني أنت متخيل أنه عنه تصنيف داخل أنت إخوان ولا أنت مجرد حد عايي عنديش فكرة أنت مسلم أو مش مسلم لا هو عنده المعيار أنت إخواني ولا لا أنت ابن التنظيم فهيحكم عليك من هذا الإطار على مختلف المستويات فأنت بره هذا الإطار يبقى أنت بقى يا جزء أنه يتعامل معك بالعنف العنف لم يكن وليد لحظة التحول اللي موجودة في المشهد السياسي ده جزء أصيل في مكونات جماعة الإخوان فيما يخص الجزء التربوي حتى أو الجزء الفكري والثقافي داخل التنظيم يعني من خلال المعسكرات اللي بتتم والتدريبات يمكن حتى تصريحات مهدي عاكف كان ليه أن الجماعة على استعداد أن تقدم إلى لبنان أو حزب الله عشرة ألاف مقاتل قال كده باللفز مقاتل فهنا أنت معنى ذلك أن أنت عندك عناصر بتجهزها حتى على الإطار الفكري تجاه أن الدولة أن في أي وقت يعني ممكن يستخدم العنف ويستخدم القوة من أجل بناء الدولة وده حتى هو عنده في أدبياته حتى اسمها القوة الضريبة أو القوة المؤجلة وحسن بنى حتى في رسائله يعني عندما تحدث أن الجماعة أو الإخوان سيستخدمون القوة حين لا يجدي غيرها فمعنى ذلك أنه هيلجأ للعنف في الوقت المناسب يعني الرسائل حتى سيد قطب كانت واضحة جدا فيه من خلال معالم في الطريق أو الوسيقة اللي هي شرعانة ومنحنا بنعتبارها كده زي دستور لكل العناصر المتطرفة وكل التنظيمات المتطرفة على المستوى العالم وليس على مستوى الدولة المصرية إن كان هو شرعا لمسألة العنف بهذا الشكل وبنيت عدد من التنظيمات سواء في سوريا في الجزائر في المغرب هتلاقي في عدد من التنظيمات تبنت يعني الأطر الفكرية لسيد قطب ويعني تنظيم القاعدة وتنظيم دعش لما ترجع لكل الأدبات الفكرية لذي التنظيمات وحتى المراجع كلها بتستند إلى أفكار سيد قطب وابو الأعلى الموجود لأن دول هم أكتر اتنين شرعانوا لقضية توظيف العنف من أجل بناء الدولة المزعومة أو إقامة الخلافة يعني تلاتة أو بيان تلاتة يوليو هو نقطة فريقة في طريق الدولة المصرية شئنا أم أبينا عمل التحول لأن زي ما قلنا احنا كنا دخلين على حالة يعني صعبة جدا يأما أن أنت عندك مشاريع تقسيم ودي كانت واضحة جدا فيما يعرف بخرائط الدم والإخوان مع الأسف كانوا بيدعموا هذه المشاريع لأنها في النهاية دي جماعات لها دور محدد بيتم تمولها والدليل على ده أن أنت عندك حجم الميليشيات والتنظيمات اللي كانت موجودة من 2011 لحد 2018 أو 2017 ونفذت مجموعة من العمليات سواء من ينتمي لجماعة الإخوان كجناح مسلح أو بعض التنظيمات الأخرى المحسوبة على السلفية الجهادية أو التير الجهادي هتجد هذه التنظيمات كلها الممول الرئيسي واحد ومعروفين طيب فمعنى ذلك أن المصالح مشتركة ومعنى ذلك يعني في إطار برضو نوع من التماهي في إطار الشبكة المتوصلة بين هذه التنظيمات يمكن مسلسل الاختيار والكتيبة 101 يعني هذه المسلسلات اللي قدمت رؤية وطنية ووسقت وده نقطة مهمة جدا فكرة التوسيق للأحداث وكشف الحقائق وتقديم المعلومات لمختلف الأجيال لده عمل رواقي موسق مبني على وقائح حقيقية ده أنت بتقدمه طول الوقت للأجيال الجديدة اللي هي ما كانتش عايش الأحداث إن كانتنا بأنه إحنا أخذنا مناعة صحيح من خلال عشر سنوات عايشنا التفاصيل دي كلها كتير جدا إنت لما تشوف أحداث اغتيال النائب العام إحنا كلنا كنا موجودين ويشوفنا الأحداث ويسترجع دلوقتي الزكريات الأليمة أيام يعني يا رب أبدا وخليني أسألك بقى من أنا متكلم عن العنف واستهداف النائب العام كمان كانوا بيستهدفوا دايما طول الوقت رجالنا من الجيش والشرطة إيه سبب ده ما هو هو بيعتبر كان فيه الضغينة دي والحقد ده والإصرار على قتل رجالنا من الجيش والشرطة طول الوقت لأن الدور اللي قامت بيه الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية أجهد مشروع الإخوان عايز أقولك أنه مش في مصر بس على فكرة يعني التبعات صورة 30 يونيو أنه هي أحداث التغيير في المنطقة العربية بالكامل لأن أنت أجهدت مشروع الإخوان ولأن سقوط الإخوان في مصر وهي المركز الرئيسي للتنظيم الدولي ولشبكة الإخوان المموضة في المنطقة العربية وعملية يعني خلينا نكون منطقيين صعود الإخوان للمشهد أو إلى قمة السلطة في عدد من الدول المنطقة العربية في توقيت واحد ليس عشوائيا وليس ما عادش أقول لي بقى ده أمر قدري أو حاجة جاية من قبيل الصدفة مش صحيح ده معناه أن المشهد تم ترتيبه في تفاصيل موجودة عايز أقولك أن من ضمن الشروط أو عملية التفاوض ما بين الجماعة الإخوان وبعض الضباط المخابرات أو الدارة الأمريكية في مسألة احتواء المشهد في الشارع بعد 2011 ومسألة صعودهم إلى السلطة كان فيه بعض الوسائق سربت عن مسألة يعني رغبة الإخوان في تفكيك المؤسسة العسكرية تفكيك الأجهزة الأمنية وعادة ترتبها لأنه هو بيعتبر زي ما قلنا أن دي أجهزة تغطية هتقف حقصد أمام مشروعه وده اللي حصل لها عقيلة وطنية يعني حتى ده كان فكروهم هم بداخل الحكم طبعا كان عايز يعمل تبديل وإحلال وفي نفس التوقيت يعمل كينات على غرار الحرس الثوري الإيراني تبقى تبعة لمكتب الإرشاد يعني يكون انتماءها الفكري متوفق مع انتماء الجماعة ومشروع الجماعة بتاخد قرارها من مكتب الإرشاد ومن القائمين على مكتب الإرشاد مش مش مؤسسة مستقلة بذاتها لها توازنتها الخاصة عقدتها عقيدة وطنية في الأساس يعني المؤسسة وده حتى واضح انت حتى في أيام أو مرحلة سقوط نظام رئيس مبارك دور المؤسسة العسكرية كان فيه مع الدولة الحفاظ على الدولة دي العقيدة اللي هم بتربوا عليها فهي مؤسسة وطنية فإحنا بنقول ان هم أدركوا خطورة هذه المؤسسات ودورها اللي موجود عشان كده كان عايز يعمل عملية التفكيك لهذه المؤسسات بأي طريقة وده حتى في إطار التفاوض مع الإدارة الأمريكية والترتيبات اللي كانت بتتم في المشهد في خلال هذه المرحلة يمكن هم حاولوا يعني فكرة ان هو احنا هنجيب وزير دفاع بنكهة الصورة فهي الفكرة كده هو عايز يعني يجيب شخص يدمن ولاءه وانا بقول لك هو الفكرة كلها في الناس يشوفت تعيبة مدى يعني تخيل ان 30 يونيو دي كانت فشلت لقدر الله كان مصير الراجل ده يبع مصيره كده هيكون ايه يعني هو تحمل مسألية القرار ودعم الشارع وساند غضبة المصريين وعمل على يعني او بيان 37 تحديدا كان نقطة الاولى في الاطاحة بشرعية جماعة الاخوان نهائيا هذه القرارات كانت مهمة جدا في تاريخ الدولة المصرية وفاصلة لان ما بعدها هناك يعني انت خيل انت دخلت في مواجهات في اطار مكافحة الارهاب كم سنة نجحت ولا من نجحت سيناء كان طريحة منك تماما وتمركزات تنظيمية موجودة اكتر من 11 تنظيم موجودين داخل سيناء الحدود الغربية عندك ملتهبة تماما واتجارة السلاح كانت منتشرة في هذه المنطقة الحدود الجنوبية كانت فيه مسائل لإقامة بعض الخلايا كل ده انت وخلي بالكم مشغالين من 2011 يعني العملية نصر 1 ونصر 2 وحق الشهيد 1 وحق الشهيد 2 2011 و2012 وبعد كده انتقلنا مرحاية 2013 لما حصل تفجيرات في عمق القاهرة كل ده كانت المؤسسة العسكرية متحملة المسئولية إلى هذه اللحظة دلوقتي انت بر تصنفات الدول المتضررة من الإرهاب صحيح عملت مجموعة من البرامج الحماية المجتمعية في الدولة قضيت على العشوائيات وقفت على رجليك مرة أخرى وفكرة ان دولة تكون خرج من التدهور السياسي والسيولة السياسية هتبقى عاملة مستوى الأمن يبقى شكله انت تجاوزت كل ده في مرحلة بسيطة جدا يعني حصل حجم المشاريع الموجودة على أرض الواقع سواء البنية التحتية والمشاريع وقمبة العدد السبير من المصارع كل أحداث الإرهابية اللي احنا تكلمنا عنها والعمليات الإرهابية والخراب والضمار كلنا شوفنا الكلام ده سواء كنا موجودين في الشارع وقتها أو روحنا فتحنا التلفزيون شوفنا كل هذه الأعمال الإرهابية والخراب والضمار اللي كان موجود في هذه السنة الحمد لله ذهبوا وبيلا عودة كل شكر لحضراتك أستاذ عمر فاروق الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية شكرا جزيلا شكرا جزيلا